بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه دائماً أبداً إلى يوم الدين أما بعد فبسم الله وعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية ضمن البرنامج العلمي في المسجد الحرام الذي تقوم به رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والإخوة الزملاء في التوجيه والإرشاد ومتابعة الدروس فبارك الله في جهود الجميع وجعل الأعمال خالصة لوجهه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهم سليمان فهمنا اللهم اجعل هذا المجلس مجلساً مباركاً تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة ويذكر الله جل وعلا الحاضرين في الملأ الأعلى عنده بمنه وكرمه الآية الثانية من سورة المجادلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور قال المصنف رحمه الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم المظاهرة من الزوجة أن يقول الرجل لزوجته أنت عليك ظهر أمي أو غيرها من محارمه أو أنت علي حرام وكان المعتاد عندهم في هذا لفظ الظهر ولهذا سماه الله ظهارا فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم أي كيف يتكلمون بهذا الكلام الذي يعلم أنه لا حقيقة له فيشبهون أزواجهم بأمهاتهم اللاتي ولدنهم ولهذا عظم الله أمره وقبحه فقال وإنهم ليقولون منكرا من القول أي قولا شنيعا وزورا أي كذبا وإن الله لعفو غفور عمن صدر منه بعض المخالفات فتداركها بالتوبة النصوح حسنت هذه هي الآية الثانية من سورة المجادلة الآية الأولى كان عنوانها سبب النزول وهذه الآية عنوانها حكم الظهار وسيأتينا في الآية الثالثة كفارة الظهار فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن سبب النزول وأن علماء التفسير رحمهم الله ذكروا في ذلك سببا وهو قصة أوس بن الصامت الذي ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة هذه هي القصة المشهورة ولهذا كان أوس هو أول من نزل فيه حكم الظهار وقد ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله سببا آخر وهو قصة ثانية لأحد الصحابة وهو سلمة بن صخر الأنصاري أيضا ظاهر من زوجته فكان هذا سببا آخر ولا مانع من أن تتكرر حوادث الظهار وأسبابه لكن القصة المشهورة التي من أجلها نزلت سورة المجادلة هي قصة أوس بن الصامت مع زوجه خولة بنت ثعلبة وقيل في اسمها ثلاثة أقوال خولة بن ثعلبة خويلة بالتصغير للتمليح بن ثعلبة وقيل خولة بن ثعلبة بنت مالك وقيل خولة بنت مالك بن ثعلبة والقصة واحدة هذا ما يتعلق بسبب النزوم ثم أبان الله عز وجل حكم الظهار في الآية الثانية الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يقولون لأزواجهم أو زوجاتهم أنت علي كظهر أمي وهن ما هن أمهاتهم هذا مقام الوالدة المقام العظيم والزوجة لا يمكن أن تكون كالوالدة في كل الأمور لأن هناك أمورا تخص الزوجة فيما يتعلق بالمعاشرة فلا يمكن أن يكون الزوج يعرض زوجته أو يصرح أن تكون كأمه والأم لها من القدر والمكانة والحنان والمحبة والمودة ما ليس لأحد ثم إن هذا أمر أحله الله من الزوج لزوجته فلا يجوز له أن يجعلها كأمه فيما حرم عليه منها وأن في الواقع ليس أمهاتهم ما هن أمهاتهم من هن الأمهات إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وهذا جاء في سياق الإنكار عليهم كيف يجعلون زوجاتهم كأمهاتهم وتلك عادة كانت من عادات الجاهلية كانت في الجاهلية من عاداتهم أنه يظاهر من زوجته يريد طلاقها ولهذا الظهار والطلاق والإيلاء كلها من الأحكام التي أبانها الشرع لكن أهل الجاهلية كانوا يستعملونها عند الطلاق فجاء الشرع ببيان أحكام الطلاق وأن له أحكاما خاصة وبأحكام الظهار وأن له أحكاما خاصة ولهذا هل الظهار طلاق؟ هل الظهار طلاق؟ ليس بطلاق الظهار له حكم خاص ولهذا من ظهر من زوجته قال أنت عليك ظهر أمي فقد وقع في منكر وزور من القول شنيع لكنه يكفر الكفارة الكفارة المعروفة التي سيأتي ذكرها في الآية الثالثة وبعد ذلك تحل له زوجته وأبان حكم الظهار بقوله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا هذا لشناعته منكر قول منكر ذنب عظيم وزور كذب وبهتاب لأنهم شبهوا زوجاتهم بأمهاتهم وهن ليس ليسن كذلك وهو أيضا تحريم لما أحل الله تحريم لما أحل الله للأزواج من زوجاتهم فلا يجوز تحريم ما أحل الله يا أيها النبي لما تحرم لما تحرم ما أحل الله لك فالذين يحرمون الحلال أو يحللون الحرام كل ذلك مجاوزة لحد الشرع ثم ختم الآية بهتين الصفتين والاسمين العظيمين العفو والغفور وسيأتي بيان ذلك الحاصل أن الله عز وجل بين هنا في هذه الآية حكم الظهار وشأنه وخطورته وحكمه فنادى المؤمنين الذين يظاهرون منكم أيها المؤمنون أن يحرمون نساءهم على أنفسهم كتحريم الله عز وجل عليهم ظهور أمهاتهم فلا يلحق بهم غيرهم هل الخطاب هل الخطاب هنا للمؤمنين أم خطاب عام للمؤمنين وغيرهم قولاني لأهل العلم جمهور أهل العلم على أن الخطاب هنا عام عام لأن القاعدة المشهورة العبرة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وذهب الإمام مالك وهو القول الثاني إلى أن الخطاب للمؤمنين فلو ظاهر الكافر أو ظاهر الذمي أو المعاهد فلا يقع ظهاره وهذا مبني على مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قولاني للأصوليين والراجح والله أعلم الذي عليه أكثر أهل العلم أنهم مخاطبون وأنه يلزمهم تطبيق الفروع قبل بعد تطبيق الأصول بعد الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله فمن وقع في الكفر وهو يشرب الخمر مثلا عوقب بكفره وبشربه للخمر فالإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أنه لا يلحق به الكافر ولا يلحق به الذم لأنه ليس من أهل الكفارة لأن الكفارة عبادة وهذا حكم شرعي فالكافر كيف يطالب بالكفارة وهو ليس بمسلم هذا هو القول الثاني الراجح والله أعلم أن الخطاب عام وأنه جرى مجرى الغالب جرى مجرى الغالب فكل منهم من ظهر فعليه الكفارة ولهذا الإمام مالك رحمه الله في قوله الذين يظاهرون منكم منكم أيها المؤمنون وليسوا من غيركم وليس المراد ذلك على مذهب الجمهور لأن الذين يظاهرون منكم أيها المكلفون أيها الذين نزل عليهم وخوطبوا بهذا الوحي مسلمين كانوا أو غيرهم لكن المسلم يطالب بالكفارة الذين يظاهرون منكم من نسائهم أيضا قوله من نسائهم يشعر أن المراد الزوجة الحرة وليس المراد غيرها كالأمة مثلا فهل تدخل أو لا تدخل قولان لأهل العلم والجمهور على أن المراد هنا النساء الأزواج الحرائر ولهذا قال من نسائهم أي من زوجاتهم فيقول أحدهم لمرأته أنت عليك ظهر أمي يريد أنك علي حرام كما أن أمي علي حرام وهم مخطئون فيما صنعوا ثم بين وجه خطائهم قال ما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم من هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم فكونهم يحرمون زوجاتهم كتحريم أمهاتهم هذا قول شنيع وخاطئ ومنكر وزور والعياذ بالله الظهار عرفنا معناه مصدر ظاهر الرجل أي قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي والظهر العضو والجارحة ولكن لو عبر بغير الظهر فله حكم الظهار كما لو قال أنت علي كبطن أمه فالظهر والبطن سواء في التحريم وقد ذكر الظهر لطيفة من لطائف القرآن وأدب من آداب الوحي وهو أنه لم يذكر الفرج لأنه لا يليق أن يقول أنت عليك فرج أمي لأن المراد الكناية تأدبا مع القرآن ومع السامع وهذا من أسلوب القرآن كما في الغائط مثلا وكما في قربان الزنا ونحو ذلك فألحق الفقهاء رحمهم الله بالظهر البطن كما لو قال أنت عليك بطن أمي فالحكم حكم الظهار أو قال أنت عليك فخري أمي كفرج أمي كل ذلك حرام وش الظابط في هذا الظابط ما يحرم النظر إليه من الأم فهذا هو الذي يقع ظهار لكن ما لا يحرم لو قال أنت عليك يد أمي أنت عليك رأس أمي أحسن أنت عليك رجل أمي هذا لا يقع ظهارا هذا هو الظابط أعرف الظابط في مسألة الظهار ولهذا ليس العبرة بالمصطلح لا مشاحة لا مشاحة في الاصطلاح ولهذا ألحق الفقهاء بالظهر الباطن والفخذ والفرج مما يحرم النظر إليه من الأم بخلاف ما لا يحرم النظر إليه كاليد أو الرجل والرأس نحوه ولهذا فإنه لا يقع ظهار إذن الآن عرفنا عدد من مسائل الظهار هل يقع طلاقا أو لا يقع هل يكون بهذه العبارة كظهر أم ولو قال غيرها مما يحرم النظر إليه من الأم فهل له حكم أو لا الصواب أن له حكم كذلك لو قال غير أم لو قال أنت عليك ظهر أختي كظهر بنتي كظهر عمتي كظهر خالتي أو غيرها من محارمه كلها في الحكم سواء لعله واضح حتى الرضاع حتى أخت من الرضاع لو قال أنت عليك كظهر أختي نسبا أو رضاعا أو كظهر امرأة أبي التي هي خالة أو عمته أو امرأة ابني مما من المحارم التي لا تحل له فإن الحكم واحد لكن أنت علي كظهر أمي هذا هو الذي كان معروفا في الجاهلية فلهذا جاء السياق به ويقاس عليه غيره ما الحكم لو قال أنت علي كأمي أنت علي كأمي لاحظ ما قال أنت علي حرام أو أنت علي كظهر أمي قال أنت علي كأم ما الحكم الحكم أنه يرجع إلى النية إلى نية القاع فلا يقع ظهارا إلا إذا قال أنت علي كظهر أم أو كبطني إلى آخر مما قلنا أو كظهر أختي إلى آخر أو بنتي مما ذكرنا لكن لو أراد أنت علي كأمي في التكريم في التبجير في البر في التقدير هذه نيته فلا شيء عليه أنت علي كأمي فيصح بنيته إذا كان نيته تكريمها أو استحقاقها للبر فلا يقع في ذلك طلاق ولا ظهار وصحت نية الظهار لو نواه لو قال أنت علي كأمي يريد أن يظاهر منها بنيته فالأمور بمقاصدها الأعمال بالنيات وصحت نية الظهار بأنه يقصد التشبيه بالأم في الحرمة فيترتب عليه أحكام الظهار لكن لو أراد أنت علي كأمي ونوا الطلاق فهل يقع ونوا نوا إذن ما شاء الله أنتم من أهل العلم وقد اختلفتم وفعلا قد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم ولشيخ الإسلام رحمه الله تحريرات نفيسة في العبرة بالنيات ولهذا له تيسير رحمه الله في هذا المجال لكن لو نوا الطلاق وقع ولو لم ينوه لم يقع ولو لم ينوي لا ظهارا ولا طلاقا وإنما أراد التكريم فهو كذلك إذن بنيته إذا لم ينوي شيئا وإذا لم ينوي شيئا كان درجة على لسانه يا أمي يا أختي بعض الناس يقول كذا فهذا لغ لا يعتبر له حكم وينبغي أيضا تلافيه حتى لا يقع الإنسان نفسه في الألفاظ المحرمة أو التي تأول إلى أمر محرم وإذا قال أنت علي حرام كأمي صح فيه ما نوى سواء النوى الظهار أو الطلاق أو حتى الإيلاء فهذه مسائل دقيقة ذكرها المفسرون وذكرها الفقهاء رحمهم الله ولو قال أنت أمي أنت أمي أو أختي أو بنتي دون تشبيه فليس بظهار أنت أمي كما قلنا فيما سبق يعني إن قال إن فعلت كذا فأنت أمي ففعلته فهو باطل وإن نوى التحري هذه بعض مسائل الظهار إذن في أحكامه وحكمه ما هن أمهاتهم الذين يظاهرون منكم منكم أيها المؤمنون كما ذكرنا كما ذكرنا الخلاف السابق هل المراد عموم الخطاب للمؤمنين وغيرهم أي للمكلفين أو المراد المسلمين خلافا للمالكية رحمه الله منكم من نسائهم أيضا يكفي الذين يظاهرون منكم من نسائهم عبارتان كلاهما تدلان على التوبيخ تدلان على التوبيخ وإلا يكفي الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم لكن منكم وأنتم أهزكم الله بالإسلام وعرفتم أحكام الحلال والحرام تأتون تظاهرون من زوجاتكم فكأنه مزيد توبيخ للعرب وتقبيح لعادتهم في الظهار فإنه كان من أيمانهم في الجاهلية وعاداتهم دون سائر الأمم فلا يليق بهم بعد الإسلام أن يستمروا على تلك العادة المستهجنة فكأنه قيل منكم على عادتكم القبيحة المستنكرة ويحتمل أن يكون التخصيص نفع الحكم الشرعي للمؤمنين كما ذكرنا فيما سبق أنه تأكيد على أن الخطاب المؤمنون وإلا الأصل المكلفون يعني أيها المؤمنون مخاطبهم مثلا بمخاطبة الإيمان الذين يظاهرون منكم وهم مؤمنون مصدقون بكلام الله مؤتمرون بأمر الله أما الكافر لا يستمع الخطاب ولا يعلم الصواب ولهذا لا خطاب معه إلا على القول الأخر وفي قوله من نسائهم كما قلنا الخلاف الزوجات أو الإماء فالظهار لا يكون في الأمة ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقولون للظهار ركن وشرط وأهل وحكم فما هو ركن الظهار التشبيه الذي يقول فيه القائل المظاهر أنت علي كظاهري فهذا هو الركن يعني لا يتم الظهار إلا به ولهذا قلنا لكم لو قال أنت عليك أمي أو أنت أمي لا يقع ظهارا فهذا الركن والركن ما لا يتم الشيء إلا به فإذا عدم الركن عدم الحكم الشرط شرط الظهار أن يكون في الزوجات من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم يكون المشبه زوجته منكوحته حتى لا يصح من الأمة وما هو أهل الظهار أهل الظهار يعني الذين يقع منهم الظهار من كان من أهل الكفارة المسلم الذي اجتمعت في شروط أقيامه بالكفارة ومنها القدرة الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة هذه أربعة شروط في إقاع كفارة الظهار لكن لو ظاهر الكافر أو ظاهر الذم أو ظاهر الصبي أو ظاهر المجنون فهل يقع ظهاره ليس أهلا فهو فاقد الأهلية فإذا كانت الفرائض والأركان كالصلاة والزكاة والصيام والحج يشترط فيها الإسلام والبلوغ والعقل فكيف بذلك أما الحكم فهو حرمة وطء الزوجة حتى يكفر حتى يكفر كما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله من قبل أن يتمس يعني المسيس وهو الوط وهو الجمع وفي قراءة وفي قوله سبحانه الذين يظاهرون أربع قراءات ذكرها علماء القراءات قراءة الجمهور الذين يظهرون بالتشديد وعدم المد يظهرون مع فتح حرف الفعل المضارع وقرأ ابن عامر وحمزة والكساء يظاهرون بفتح الباء وتشديد الضاء مع زيادة الألف وقرأ حفص عن عاصم الذين يظاهرون القراءة التي نقرأ بها هذه ثلاث وقرأ أبو العالية وعاصم وزر بن حبيش يظاهرون بضم الياء وتخفيف الله وكسر الها وهي قراءة حفص عن عاصم وقرأ أبي يتظاهرون يتظاهرون يعني بفك الإضغام بالإضهار يتظاهرون لأن أصل يظاهرون أدغمت التاء في الظاء فأصبحت يظهرون يظاهرون يظاهرون يتظاهرون هذه أربع قراءات في يظهرون ويظاهرون وغيرها من القراءات قوله ما هن أي ما نساؤهم ما نساؤهم أمهاتهم ما موصولة هن المبتدأ أمهاتهم خبر ولهذا نصب ما هن أمهاتهم وهي القراءة المشهورة وقرئ ما هن أمهاتهم على أن ما هنا ليست عاملة عمل ليس أي ما نساؤهم أمهاتهم على الحقيقة فكيف يقول لها أنت عليك ظهر أمي فهذا كذب لهذا قال الله فيه وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور من قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي كعمل أهل الجاهلية فهذا منكر من القول وهو ملحق في كلامه هذا أو ملحق في كلامه هذا للزوج بالأم وجاعلها مثلها وهذا تشبيه باطل لتباين الحالين في البر والمكانة وفي أيضا ما يحل للزوج من زوجته فلا يليق به أن علق الأدبا مع أمه أن يشبه امرأته بأمه ولهذا كان هذا القول منكرا ومحرما كالحرمة في الأم كمن يأتي والعياذ بالله أمه تغليظا وتشديدا وقبحا فإذا عرفنا الآن الحكم أنه منكر من القول وزور فلو قال أنت محرمة علي كما حرمت علي أمي وليس فيه دعوة الأمومة حتى تنفى وتثبت للوالدات يعني ما هن أمهاتهم لم تكن الزوجة أم ولهذا هذا فقط من باب حفظ حق الأم وبرها واستحقاقها للتبجيل والمكان وقد يقال إن ذلك التحريم في حكم دعوة الأمومة وأن المراد نفي المشابهة لكنه هنا للتأكيد والمبالغة وقرأ الجمهور ما هن أمهاتهم بالنصب على لغة الحجاز في إعمال ما عمل ليس أعمال ماء الموصولة ما هن يعني ليس ليس هن أمهاتهم بزيادة الباع فهذه ثلاث قراءات وأشهرها قراءة الجمهور ما هن أمهاتهم ثم بيّن سبحانه أمهاتهم على الحقيقة فقال إن إن نافية بمعنى ما إن أمهاتهم ما أمهاتهم في الحقيقة والصدق والواقع إلا اللائي اللائي جمع التي أي ما هم ما أمهاتهم إلا النساء التي ولدنهم أي ولدنا المظاهر من زوجته والمظاهرين من زوجاتهم فلا تشبه بهن في الحرمة إلا من ألحقها الشرع بهن الأم لها مقام الحق الشرع بهن مثلا كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم والمضيعات أمه من الرضاعة وأمهاتكم التي أرضعنكم ومنكوحات الآباء زوجات الأب كذلك لهن من التبجيل والكرامة كالأم ولهن في الحرمة لكن الأم ليست كغيرها فدخل بذلك حكم الأمهات أما الزوجات فأبعد شيء من الأمهات فلا تلحق بهن في وجه من الوجوه لا فيما يحل للزوج ولا في حتى الدعوة والكلام والمخاطبة فلا يقول لها أنت كأم أو كأختي ثم زاد سبحانه في توبيخهم وتقريعهم فقال وإنهم أي المظاهرون منكم أي المظاهرين منكم ليقولون بقولهم ذلك منكرا من القول المنكر من القول القول الفضيع القبيح الذي ينكره الشرع على أن مناط التأكيد ليس في صدور القول منهم فإنه أمر محقق صدر منهم الظهار بل كونه صدر منهم منكر مخالف للشرع لفظ لا يجوز لفظ قبيح في الشرع وفي العقل حتى العقل يقبحه أن تكون الزوجة كالأم بل الطبع أيضا لا يمكن أن يكون الشرع ولا الطبع ولا العقل ولا النقل ولا حتى المروءة ولا القيم أن تكون الزوجة كالأم وهذا أيضا فيه في الجانب التحريم وفيه في جانب التفضيل الذين يفضلون زوجاتهم على أمهاتهم هؤلاء أيضا قد قصروا في برهن ومكانتهم فليس هناك مقام كمقام الأم حتى الأب مقامه بعد الثالثة أمك ثم أمك ثم أمك ثلاث مرات ثم أبوك فإذن قدر الأم عظيم ولهذا نسأل الله أن يرزقنا بر أبائنا وأمهاتنا أمواتا وأحياء ليس هناك من حق قرن الله حقه سبحانه بحق أحد من خلقه كالوالدين ولسيما الأم كما قلنا في مقدارها ثلاث مرات نعم منكرا من القول وأيضا زورا كانت تشبيه بهذا إلحاق لأحد المتباينين يعني الزوجة هو الأم فكان منكرا مطلقا وهو ليس من المعروف في شيء ثم قال وزورا ليس فقط منكر وإنما زور أيضا والزور هو الكذب والباطل والبهتان والانحراف عن الحق مخوذ من زوار من زوار يعني يعني إذا تحرك ومال فقيل للكذب زور بالضم لكونه مائلا عن الصدق والحق وقال بعض المفسرين ولعلقوا له وزورا من قبيل عطف السبب على المسبب وهو المنكر وهو الظهار والمسبب وهو أيضا ذلك الحكم الذي جاء به الشرع بين المظاهر والحكم في الظهار ولقائل أن يقول لو قال أنت عليك ظهر أمي هل هو إنشاء أو خبر إذا قال أنت عليك ظهر أمي هل هو إنشاء أو خبر ما هي شباب طلاب العلم خبر ولا إنشاء طيب إذن خبر طيب تسمع ما قاله آهل العلم ما قاله آهل العلم كما ما شاء الله ذكرتم منهم من ذكره إنشاء ومنهم من ذكره خبر ومنهم من ذكر أنه خبر بصيغة الإنشاء وهذا الذي نريد أن نصل إليه أو إنشاء بصيغة الخبر إنشاء لتحريم الاستمتاع بها وليس بخبر والإنشاء لا يصف بالكذب إذا قلنا إنشاء كيف يقول وإنه وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا أي كذبا والإنشاء لا يصف بالكذب قلنا هذا إنشاء إنشاء يتضمن إنشاء يتضمن إلحاق الزوجة المحللة بالأم المحرمة أبدا وهذا إلحاق منافي لمقتضي الزوجية فيكون كذبا فأقرب من أن يكون إنشاء له حكم الخبر وقال بعضهم إن هذا لما كان مبنيا على طلاق الجاهلية فهو أمر منكر وقول زور لم يجعله الله طلاقا ولم تبقى الحرمة إلا إلى وقت التكفير هل هناك فرق بين اللفظتين منكر وزور نعم المنكر هو القول المخالف للشرع والزور أخطر منه لأنه كذب وبهتان فجمع الله في حكم الظهار أنه والعياذ بالله منكر وزور منكر لا يجزه الشرع ولا يرضى به عقل ولا يوافق عليه ذي طبع سليم أن تشبه الزوجة بالأم وأيضا زور لأنه كذب وبهتان من باب التشنيع عليه وعلى قائله والذي صدر منه هذا القول بعد ذلك جاءت رحمة الله وساعة عفوه وكرمه ومغفرة ومع أنكم ظاهرتم وقلتم منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور الله ما أعظم أسماء الله وصفاته وما أعظم حلم الله على عباده وتودده إليهم وأيضا دعوته لهم إلى الرجوع إليه وإن الله سبحانه لعفو غفور عفو كثير العفو والمغفرة لما سلف منكم من الذنوب متى تبتم ومنهم المظاهر أو أي فاعل ذنبا أي كان ومع أنه جعل الكفارة مخلصة لهم عن هذا القول المنكر والزور إلا أنه مع ذلك عفو عنهم وهذا دعوة تلك دعوة للمذنبين إلى العفو الغفار الرحيم التواب أن نقبل عليه سبحانه لأن الإنسان ليس بمستغرب منه أن يقع الخطأ كلكم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فيا من أذنبت ويا من قلت ويا من فعلت المنكر ربك عفو فأقبل عليه لكن أيضا لا يغرك عفوه فهو شديد العقاب لمن استمرأ ذلك المنكر هل هناك فرق بين العفو والغفور نعم شوف دائما اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى هذه من القواعد في اللغة العفو محو الذنوب عن صحف الملائكة لكن الملائكة اطلعت على ذنبك فمحاه الله هذا هو العفو أما المغفرة فإن الله يسترها حتى عن ملائكته رفقا بعبده الله أكبر ما أعظم حلم الله وعفوه ورحمته ومغفرته وإن الله لا عفو يعفو يمحو الذنوب حتى عن صحف الملائكة فلا تراه أو يعفوها بعد أن تراه لكن المغفرة أعظم من العفو إن ربك واسع المغفرة وهي أن يستر أن يستر الذنب حتى عن ملائكته وعن خلقه وهذا دليل على اسمين من أسماء الله وصفتين من صفة الله جل وعلا وهي دعوة إلى العباد والمكلفين والمذنبين أن يقبلوا على ربهم مهما كانت ذنوبهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نسأل الله إيمن علينا وعليكم بعفوه ومغفرته إنه جواد كريم من هدايات الآيات تحريم الظهار تحريم الظهار اثنين اعتبار الظهار منكر ذنب عظيم وزور وكذب وبهتان تجب التوبة من وإن الله لعفو من طلب عفو الله من هذا الذنب الذي هو الظهار عفو الله عنه ويكفر أيضا الكفار المشروع ثالثا الظهار من عادات الجاهلية وأبطله الإسلام فإذا إبطال الإسلام لعادات الجاهلية المخالفة للشرع وهذا في كل أمر من عادات الجاهلية حتى اليوم إذا كانت هناك عادات تخالف الشرع فإنها مرفوضة ولا يجوز أبدا أن تعمل العادات على حساب الشرع بعض الناس مثلا تقول لا تفعل يا أخي هذا مثل الإسراف في الولائم مثلا يقول لا والله عادات طيب الإسلام جاء بالنهي عن هذا الذنب وهذا الإسراف فإذن العادات تتبع العبادات وتتبع الأحكام لا تتبعها الأحكام وإذا قال أهل العلم العادة محكمة وأنه يؤخذ بالعرف والعادة فيما لا يخالف الشرع وليس من عمل أهل الجاهلية فليتنبه لهذا ومن الهدايات تحريم قول المنكر أي منكر من القول وأي زور وأي كذب وأي بهتان فإنه حرام على المسلم نعم ما هي من هداية الآيات مكانة الأم مكانة الأم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم إثبات اسم وصفة العفو والمغفرة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وأيضا دعوة المذنبين إلى التوبة والإقبال على الله تبارك وتعالى مهما حصل من الإنسان لأنه يحصل من الإنسان كما حصل من أوسي بن الصامد رضي الله عنه ومن سلمة بن صخن الأنصار ومن من ظاهر من زوجاتهم من من ظاهروا من زوجاتهم أو أي منكر من القول أو زور فإن عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذا الذنب الذي ارتكبه ويبشر بعفو العفو ومغفرة الغفور نعم الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلى الله عليه وسلم هذا هو الحديث الخامس الذي ذكره المصنف في كتاب عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب فضل الجماعة ووجوبها طيب الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما يتحدث عن السنن الرواتب يتحدث عن السنن الرواتب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء عشر ركعات الحديث عند البخاري وعند مسلم رحمهم الله في صحيحيهما ما مناسبة هذا الحديث لكتاب أو لباب صلاة الجماعة والحديث عن السنن مناسبته أن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صلى الجماعة ثم صلى هذه الرواتب إما قبلها أو بعدها هذا مما يبين وجها من أوجه المناسب ومما يؤكده أيضا أن ابن عمر أخته زوج النبي عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر فكان يسألها ويعلم من حالها ويحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا أنه كان يصلي هذه السنن قبل الفريضة أو بعدها فهذا فيه وجه أن الرواتب كانت ملحقة بصلاة الجماعة إما قبلها أو بعدها هذا على أنه يصلي الرواتب في المسجد لكن حتى لو صلى في بيته فابن عمر فابن عمر بحكم قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه حفصة أخته رضي الله عنهم أجمعين فكان يعلم منها السنن التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الجماعة أو بعدها أما سنة المغرب والعشاء والجمعة كما في لفظ ابن عمر يصليها في بيته وهذا دليل على أن سنن الرواتب الأفضل أن تؤدى في البيت الفرائض تؤدى في المسجد وأما الرواتب فإنها تؤدى في البيت وهذا هو الأفضل اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا قال ابن عمر كان يصلي سجدتين والمراد بالسجدتين هنا الركعتان المراد بالسجدتين هنا الركعتان ومنه قوله تعالى وادخلوا الباب سجد وادخلوا الباب سجد أي دخلوه راكعين أو ركع فلا يمكن أن يدخلوا ساجدي قوله خفيفتين يدل على أن الرواتب خاصة راتبة الفجر تكون خفيفة وقال ابن عمر رضي الله عنهما حدثتني حفصة لأن فيه بعض الأوقات لا يمكنه أن يدخل إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما في أوقات النهي مثل قبل الفجر ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة ومن بعد صلاة العشاء فكانت حفصة تخبره رضي الله عنهم أجمعين وفي هذا الحديث بيان السنن الرواتب للصلوات الخمس فهي في الظهر ركعتان قبل وركعتان بعد والمغرب والعشاء ركعتان ركعتان بعدية والفجر قبلية هذه عشر ركعات كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وابن عمر وحفصة يعرفان من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعرفه غيرهم لحفصة مكانها من بيت النبوة وهي الزوجة ولابن عمر المصاحبة والملازمة والحرص على التفقه في الدين فحرصه على العلم رضي الله عنه كان يتابع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام الصادرة من بل كان من أشد الصحابة في ذلك حتى إن الأمور العادية يفعلها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه يذكر عنه أنه حينما يمر في مكان بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبول فيه على أن هذا ليس من السنة لكن من حرصه رضي الله تعالى عنهم أجمعين المسائل الفقهية في هذا الحديث حديث ابن عمر في بيان السنن الرواتب وأنها عشر عرفنا المناسبة عرفنا المناسبة في المعية صليت مع المعية هنا حقيقية وأيضا ذاتية وتدل على الملازمة والاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضوره معه الجمعة والجماعة والصلوات المفروضة وصلوات الرواتب والنافلة والمعية الاشتراك في أصل الفعل أي كل منهما يفعل ذلك الفعل النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمر رضي الله عنهما وإن اختلف زمان الفعل أو مكانه ما المراد بالسنن الرواتب السنن الرواتب رعاكم الله ونظر وجوهكم السنن الرواتب هي السنن التي يصليها المسلم قبل الفريضة قبلها أو بعدها وهي راتبة بمعنى أنها ملازمة للمسلم الذي يريد الثواب من الله عز وجل حكمها سنة مؤكدة على القول الصحيح لما جاء في فضلها ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحكمة من مشروعيتها سنن الرواتب تصلى إما قبل الفريضة أو بعدها فإن صليت قبلها فالحكمة منها أنها تهي أهل الصلاة الفريضة لها مكانه فيهيئ الإنسان الراء النافلة والراتبة والسنة يصلي في الإقبال على الله يهيئ نفسه في الإقبال على الفريضة حيث كان لاهيا لتوهي دخل المسجد لاهيا بمشاغل الدنيا فيتفرغ بعد آل الفريضة وأيضا من حكم القبلية أنها تقطع طمع الشيطان في تثبيت العبد عن الفريضة فهي كالسيادة المنيع الذي يحافظ على هذه الفريضة أما السنة بعدها فإنها جابرة جوابر للنقصان في الفريضة وأي إنسان لا يسكو أو لا تنقص فريضة أو لا ينشغل عن الفريضة أو قد يقل خشوعه فيها أو إتيانه بشيء من عدم إتيانه بشيء من الواجبات أو الزنن أو ما إلى ذلك فإن الرواتب تجبر ذلك النقص وإن كان يحصل بالجبر القبلية والبعدية لكنها في البعدية آكد روى فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل أنظروا هل لعبدي من تطوع قال فتكمل بها فريضته هذا مما يؤكد أهمية السنن الرواتب ومن الخطأ الشنيع والحرمان الخطير أن بعض الناس لا يحافظ على السنن الرواتب يكفي يكتفي بصلاة الفرائض بل قد تفوته أكثر الفريضة وهذا الحقيقة تلبيس من الشيطان وتثبيط منه فكيف يحرم الإنسان نفسه من الأجر العظيم ومتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا رعاكم الله ما ورد في فضلها وانظروا إلى حرمان كثير من الناس وكم نحن نقصر في أداء هذه الرواتب من واضب عليها بنى الله له بيتا في الجنة أتزهد ببيت في الجنة يا عبد الله أتزهدين في بيت في الجنة يا أمة الله روى مسلم في صحيحه عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة قالت أم حبيبة رضي الله عنها فما برحت أصليهن بعد فواضب يا عبد الله خذ على نفسك ميثاقا وعهدا يوم أن سمعت هذا الحديث أن تبادر بتطبيقه النوافل كلها تفضي إلى نيل محبة الله والدخول في ولايته أخرج البخاري في الصحيح وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعيدنه ودرجات الجنة تفاوت الناس في درجات الجنة على حسب حرصهم على السنن فلا تفرط فيها أيها المسلم المبارك مسألة كم عدد السنن الرواتب هناك عندنا ثلاثة أحاديث في السنن الرواتب حديث ابن عمر الذي هو حديث الباب وأنه ذكر عشر ركعات عشر ركعات من واضب عليها بنى الله له بيتا في الجنة وعندنا حديث حديث أم حبيبة وحديث عائشة رضي الله عنها تدلاني على أن السنن الرواتب اثنى عشرة ركعة ركعة إذن هذان قولان لأهل العلم أنها عشر وأنها اثنة عشرة ركعة كما في حديث أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة وحديث عائشة عند الترمذي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة وش زاد ليه هذه عشر وهذه ثنت عشر زاد الظهر أربع ركعات أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها فتكون ثنتي عشرة ركعة والقول الثاني أنها عشر القول الأول حفظكم الله أنها إثنى إثنة عشرة ركعة وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ووجه عند الشافعية استنادا لحديث ابني لحديث نعم القول الأول أنها اثنة عشرة ركعة حتى اللي يكتب يكون دقيقة اثنة عشرة ركعة وهو قول الحنفية ووجه عند الشافعية وقول المحققين من أهل العلم أنها اثنة عشرة ركعة أهل حديث أم حبيبة وحديث عائشة القول الثاني أنها عشر ركعات وتكون لقبل الظهر ركعتين وركعتين بعدها وهذا دليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث الباب وهو الوجه الثاني عند الشافعية ومذهب الحنابلة وعلى كل حال من أخذ بأي القولين فهو على خير إن شاء الله ولكن الراجح أنها اثنة عشرة ركعة من أسباب الترجيح أنها زيادة أجر وزيادة خير وأنه لا تنافي بين حديث ابن عمر وحديث أم حبيبها وعائشة لماذا لأن حديث ابن عمر يذكر ما شاهده وأنه شاهد عشر ولكن عائشة وأم حبيبه وهن أكثر التصاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهما زوجتاه يكون عندهن من العلم ما قد يخفى على ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين والزيادة الزيادة لا تنافي النقص الوارد في حديث ابن عمر لأن الذي يزيد إنما عرف علما غير الذي ما زاد ولهذا المثبت مقدم على النافي لأن عنده زيادة علم ولعله بهذا اتضح أن حديث أم حبيبة وعائشة أرجح وأيضا الجمع بين الأدلة إذا أمكن الجمع فلا يصار إلى الترجيح فهو أولى أن يجمع بينهما وقال بعض أهل العلم في بعض الأوجه أنه إن صلى في بيته صلى أربعا وإن صلى في المسجد صلى ركعتين هذه من أوجه أيضا الترجيح ويحتمل أنه يصلي في بيته ركعتين ويأتي إلى المسجد فيصلي ركعتين وهذا الذي رآه ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام مرة يصلي 12 ومرة يصلي 10 ولا مشاحة في الأمر فعائشة وابن عمر كل يذكر ما شاهد وهذا دليل على أنه قد يفعل هذا تاره ويفعله ويفعل الآخر تاره والراجح حديث 12 ركعة لأن النص الوارد فيه زيادة والزيادة زيادة خير وأجر والقاعدة من حفظ حجة على من لم يحفظ فحفظت أم حبيبة وحفظت عائشة ما لم تحفظه حفصة وما لم يحفظه ابن عمر رضي الله عنهم أجمعي الفوائد استحباب السنن الرواتب أولا وجوب صلاة الجماعة حتى نرب بين هذه السنن وبين الجماعة وجوب صلاة الجماعة استحباب السنن الرواتب واستحباب المواظبة عليها استحباب اثنتين عشرة ركعة ركعتان قبل الظهر أو أربع قبل الظهر واثنتين بعدها وأيضا قبل الفجر وبعد المغرب وبعد العشاء العصر هل له راتبة لا العصر ليس له راتبة أفضل هذه الرواتب ركعة الفجر قال عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ولم يكن عليه الصلاة والسلام يترك ركعة الفجر لا حضرا ولا سفرا أن رواتب المغرب والعشاء والفجر والجمعة الأفضل أن تصلى في البيت إن أمكن بعض الناس يؤخرها يصلي في البيت فإذا ذهب للبيت لقي الزوجة ولقي الأبناء ويمكن يلقى ضيوف فيفرط بها في مثل هذه الحالة يصليها أيضا حتى يكون أبرأ لذمته من السنة التخفيف للرواتب لا سيما ركعتي الفجر يقرأ فيهما بقوله الله أحد وقل يا أيها الكافرون أن راتبة الفجر لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر لحديث ابن عمر وفيه من الفوائد مكانة المرأة ابن عمر يأخذ العلم من حفظه والأمة كلها تتلقى العلم من عائشة ومن أم حبيبة ومن حفظه ومن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أن للمرأة المكانة في العلم والمكانة في التوجيه والتربية والإفادة للمجتمع وأيضا جواز أخذ العلم على المرأة وأن على المرأة أيضا أن تبذل من علمها إذا علمت شيئا لأن لا سيما إذا كانت أعلم بالواقعة كما في قصة أم حبيبة وعائجة رضي الله عنها وحفظه رضي الله عن الجميع بخلاف اليوم من يحتقرون المرأة ولا يرون لها مكانتها فقد لا يأخذون العلم منها بل بعضهم إذا حدثت في مجلسك المرأة قال أكرمكم الله فيا لله العجب أن الإسلام والقرآن والشرع والعلم يكرمها وتأتي هذا أيضا هذه من كما قلنا من عادات الجاهلية التي لا يجوز اتباعها ولا العمل بها من الفوائد وهذه أيضا مسألة أصولية ومسألة من مسائل مصطلح الحديث هل يجوز قبول خبر الواحد نعم الصواب أنه يجوز قبول خبر الواحد وأن للعلماء قولين الجمهور على قبوله والحنفية لا يرون قبوله والصواب قبوله وهو مذهب الجمهور من أين أخذنا اللي قريت من أين أخذنا قبول خبر الواحد ابن عمر رضي الله عنه هو الذي أخبر الأمة وأيضا حفصة أخبرته فهذا واحد وهذا واحد والأمة تلقت هذا الحديث في سنة الرواتب عشر ركعات عن واحد وآل المراد بالواحد الوحدة وإلا ما دون التواتر أقوال لآهل العلم منهم من ذكر أن ما دون الواحد أيضا واحد وأنه لا يلزم أن يكون واحدا فردا بل كل ما كان دون التواتر ومنهم من فرق ومنهم الحنفية أيضا الفرق بين المتواتر والمشهور والأحد الصواب أنه يؤخذ بخبر الواحد وأن القائلين بعدم خبر الواحد تسببوا في ضياء كثير من أمور الشريعة فمتى ما وثق بالواحد وأنه ثقة وأنه صادق وأنه يقبل قوله كما هو في الصحابة رضي الله عنهم فإنه يؤخذ قوله ولهذا لو قال واحد واحد أنه دخل شهر رمضان صمنا بصيامه فهذا دليل على قبول خبر الواحد نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يبسط أمنهم ويحقن دماءهم اللهم إنا نسألك أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين في فلسطين اللهم أنجي المستضعفين في فلسطين وفي غزة يا ذا الجلال والإكرام وامنحهم القوة والنصر والعزة يا قوي يا عزيز اللهم عليك بالصهاينة المعتدين الغاشمين المحتلين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين وأنزل عليهم رجزك وعذابك إلى الحق اللهم احفظ المسجد الأقصى اللهم احفظ المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين من عدوان المعتدين ومن مكر الماكرين ومن على هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلاد المسلمين بالأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان ورغد العيش اللهم آمنا في أوطاننا ووفق إمتنا وولاة أمرنا اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم ابسط أمنك وأمانك على المسلمين في كل مكان اللهم وفق رجال أمننا اللهم وفق رجال أمننا المرابطين على ثغورنا وحدودنا والقائمين بخدمة حجاجنا ومعتمرين وزائرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح أبناءنا ولياتنا وذرياتنا واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته